شيخ الأزهر عشان ينتقموا منه لأنه اتعمل مؤتمر لشفيق في قرية الجورنة بلد شيخ الأزهر فشالوا اسمه من على الكرسي وقعدوا على الكرسي فظل واقف يدور على كرسي فقالوا تعالى نحطك وراء فالرجل انسحب في هدوء وبالمناسبة كانوا عطين كرسي للكتتني مكان الكرسي بتاع شيخ الأزهر ومشي الراجل وبعد ما مشي دخل المشير والجماعة انتظار للمحمد مرسي يطلب فبدأت الهتفات بس قبل ما نيجي للوقع دي لأن دي وقعة مهمة جدا شيخ الأزهر هو منصرف بستوسك من حضرتك من الوقع يعني يعني بص لي قليلات الإخوان وقال لهم انتوا هتبدأوا من بدر قوي كده هو طبعا فوجئ شيخ الأزهر يعني مفترض ما كانوا في أول صف صحيح كانوا حطينه وقف فهو قال لهم شكرا ورحمه شعلا طول حيق انا عرفت من موجودين انه قال لهم يعني انتوا بدئينها بدر قوي كده نعم طبعا بالتأكيد لأنه الرجل حس بجرح يعني في هذا الوقع فحصل بقى حصل هتفات من محمد البلتاجي داخل جامعة القاهرة فحسن رويني انتفض وبصل للمرشد قال له هو ده اللي احنا اتفقنا عليها دكتور بديع فقال له لا خلاص خلاص انا ههدي الموضوع وشاور بايده توقف الهتفش توقف الهتفش موم رحنا هناك وانتظرنا لغاية الساعة 4 وهو محمد بوسي وهو بيتكلم في جامعة القاهرة شكك في المحكمة الدستورية واحكمها رغم ما قاله رغم ما قاله ناشي وهو قاعد قال ما معناه ان دور الجيش انتهى في جامعة القاهرة في جامعة القاهرة مسؤول عن كذا وكذا ويعني ما معناه عودوا لسكناتكم لما رحناك الكلام على عكسك انتم الاوفياء اصحاب الرسالة الذين اوفيتم ونحن في حاجة اليكم وسنقوم بتكرمكم الكلام مختلف تماما هم